هيدا المحقق القضائي عم يشتغل سياسي مسيّس هيدا تحقيق مسيّس رئيس حكومة حالي ووزير أشغال سابق كيف يعني ليش مش رئيس حكومة سابق ما عم بيستهدف حدا عم بيحكي حكي موضوع علمي يا أما بيشتغل تقني وآنوني وقضائي ووحدة معايير وشفافية ووضوح أو القضاء يشوف قاضي تاني يكمل مسار التحقيق ويردوا على مسار الصحيح ما قام به السادة بعض السادة النواب في مجلس النيابة وعملوا عريضة عملوا عريضة لا يتهموا عملوا عريضة ليرفعوا الحصنات عملوا عريضة ليفتحوا تحقيق عملوا عريضة ليأخذوا على المحاكمة ما عملوا عريضة ليغطوا على حدا حتى يطلع بعض المحطات الفاشية عن جد فاشية وتحط صور هون نواب وتقول نواب النيترات أو نواب العار هؤلاء نواب الشرف كان محتاج النيترات ليصنع منها مواد متفجرة أن المسلحين بجرود عرسال بجرود القلمون وبالقصير والجماعات المسلحة في سويا واللي جاء بالنيترات هي الجماعات الداعمة اللبنانية والمعروفة بالأسماء والموجودة بالسلطة وموجودة بالأجهزة الأمنية هزب الله مش خايف تحيي القضاء هزب الله ما يلو علاقة لا جاء بنيترات ولا باع نترات ولا نقل نترات ولا الخصة بالنيترات ولا هو المتهم أصلا لا الأجهزة الأمنية متهمتنا ولا القضاء متهمنا هؤلاء بيشتغلوا إعلام عند الأمريكان وعند آل سعود وعند غيرهم وما اللي عم يتهمونا مسكين حزب الله يا وإله أحزب الله مسكين عنده مستودعات تتسع لعشرات الآلاف من الصواريخ لكن ما عنده مستودعات يحط فيها ألفين طن مثلا من النترات مسكين النظام بسعود ما عنده موانئ ما عنده لا مينة باللدعية ولا مينة بترتو ما عنده موانئ فمتطير يجيبون على بيروت ويعزب حزب الله بنقلهم من بيروت على سويريا